اللي في بريطانيا بعمله القانون عشان ايه حد يجي يمشوه رحلوه على افريقيا ده لو حصل في مصر ده يحصل الله يحصل ايه في مصر هي الدولة النهاردة بتعمل بتعمل عشان ايه وفي رئيس جمهورية بيقعد مدى الحياة ابقى باصص عشان مئة سنة ومئة سنة جاية بعمل شغل في البلد لمئة سنة جاية حد بيقعد مئة سنة ولا عشان اللي جاي واللي جاي واللي جاي يلاقي بلد قيمة بلد وقف على رجليها بل ايه ده احنا كنا بنكسف لما نروح دول ونشوف دول مع تقديري للجميع مع تقديري للجميع احنا بلد كبير قوي وتاريخ كبير جدا وحضارة بس الموضوع مش كله تاريخ ما احنا نبص على المستقبل لما تلاقي دول لسه لسه يدوب واخد كل شيء تطور في كل حاجة في كل شيء طب وانا فين؟ وانا فين؟ ما عملش ده ليه المصر والشعب المصر ما يستحقش ده ولا يستحق؟ كل مواطن يستحق تعمله احسن حاجة هو غلط رئيس الجمهورية لما عمل للناس هو عمل نفسه هو فيه رئيس بيعمل نفسه ولا بيعمل الشعب محتاج ايه؟ والراجل مش عارف منه هو رئيس مدير مخابرات مشاكل البلد وجاء بعد كده في المجلس على قوات المسلحة ثم وزير الدفاع ثم رئيس الجمهورية مش عارف مشاكل مصر هم بياخد قرارات قرارات دين البلد لمصر ولا باخد قرارات عشان بحصلنا لا طبعا كلها قرارات للدولة قرارات للشعب بلد النهاردة النقل اللي موجودة اي حد عنده عينين شايف كل جنيه صرف موجود زي ما قال الرئيس النهاردة كل جنيه صرف دي بلد بتحاسب حد يقدر النهاردة حد بيطبطب على واحد يكون اضافة ساد ابدا لو مين لو مين ده الحساب على ايه؟ على ايه؟ على ما اقول ايه؟ مش عايزة يعني يخرج عن السياق يعني؟ والله بتكلم جاد ما فيش هنا بزخ فيش طرف اشتركوا في القناة